أخي المشاهد أختي المشاهدة السلام عليكم لحد الآن قدمت لكم ثلاثين درس في الزخرفة المغربية الإسلامية في هذه الحلقة سوف نوريكم بعض النماذج التي تعلمنا لحد الآن إذا أريد أن تستطروا نموذج من هذا النماذج رجعوا للدرس في القناة لنبدأ على بركة الله حلقة تشوفوا هنا هذا نموذج حر لإستطرته مؤخرا هذا نفس النموذج من نماذج الحرة اللي اسمته المنشور أو بريزم هذا كذلك نموذج من نماذج الحرة اللي استطرتته هو كذلك نفس النموذج ملوان اللي اسمته النجمات الناشرية نفس النموذج هو ملوان كذلك بألوان أخرى هذا المعشر نستطر بهذه الطريقة هذا نموذج الثاني عشر من الأول يعني استطرته بطريقة ديني الخاصة هذا نموذج آخر لستطرته وهو نموذج الثاني عشر ثم هذا نموذج السادس عشر حالك تشوفون اللي استطرته في سبعة وعشرين ديسمبر الفين وعشرين تهوى مستطر بطريقة خاصة هذا النموذج المعكوس اللي احتوى شفتي في الدرس هذا النموذج المربع المربوط يعني سلسلة متشابكة هذا نموذج حر كذلك اللي هو استطرته في العيام القليلة الماضية هذا نموذج حر آخر كتشوفو لونته بهذا الألوان وانتم ممكن تلونه بألوان أخرى هذا نموذج حر استطرته بالمساعدة ديال أشياء اللي قطعتها بالبيدي هذا نفس النموذج يعني نفس الطريقة ديال أشياء اللي هي موساعدة هذا نموذج قرطبي يعني أصلا من الأندلس ملون بالشكل هذا هذا تهوى مملونش كتشوفو غير خطوط فقط يعني خطوط متشابكة هذا نموذج تهوى مستطر بأدوات وهذا الأدات الأدات هي هذه كتش مستطر يعني أدات مساعدة هذا كذلك مستطر بأدوات مساعدة وهي هذه الأدات اللي كتشوفو يعني هكذا ثم هكذا الويندو نفس النموذج ملوان هذا نموذج 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 السلسلة ملوان هذا نموذج آخر اللي سترتو ولوينتو بالمساعدة ديال هذا الآلة الخشبية ل قطعة بيدي هذا نموذج آخر هتا هو سترتو بهذا هذا النموذج الخشبية كتشوفوا بإنك كنت تعملوا بزاف ديال المسائل بطريقة بسيطة طرق بسيطة طرق بسيطة هذا نموذج اللي غادي مزان نصابه وهو النموذج الإسماعيلي 16 على 16 سنتيمتر هذا غادي يجي إن شاء الله في حلقة يعني بعض الحلقات القادمة إن شاء الله هذا كذلك نموذج الرابع والعشرون هتا هو هتا هو غادي نستروا في الدروس القادمة هذا نموذج سادس عشر هتا هو غادي نستروا في النموذج القادم إن شاء الله وغادي تشوفوا طريقة التصوير وتستير عفوا شكرا على انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة